اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة غسيل انوار شوف هذا الجند من قاسه سبعة طعش نفس الشكل الاول والالفين وثمان طعش ودفع له لبعد من الفين وتسعة طعش بس الشي اللي اضافوه اللي هو والشاشة وراح نشوف الشاشة مع بعض هذا الوجه المامية ومعين المفتاح تصوروا لكم وتشوفونه وهذا المفتاح طبعا وستارت وشغلكم نور وتشوفونه حما بعض هذا شكله مع الجن اطار نيكل تحت واطار نيكل على مقابض البواب وعندك اشارة بامراية هادي ويطار نيكل جاي فوق على النوافذ وعلى الباب اللي تحت وبالنسبة صرفيته الوقود فهذه صرفيته الوقود يمشيك الليتر 12.2 طيب وهذا الشكل الخلفي مخارج شكمان وعندك حساسات خلفية ويطار كروم اللي جاي فوق هنا وهذه الكاميرا الخلفية وبشغلكم انو راحين وصبات تشوفونا بس خلنا ندخل ودي وركب المواصفات والسعر قبل اللي نركب داخل السيارة شوفوا هاي المواصفات على السريع اللي يبغي يشوفها ثبت الشاشة ثبت سرعة كاميرا خلفية وزارة حكم المقود شاشة عرض مع نظام سمع 12 سماعة ما شاء الله وهذه باقي المواصفات السعر 65 طيب خلنا نشوف الدخل هي مفتاح طبعا مو بصمة هاذ الشكل الداخلي تخشيب بيانو بلاك هنا بعد وهنا ازرار تحكم بالنوافذ مع بيانو بلاك التخشيب اللي حوله وازرار تحكم اللي هو بصفت المرايا اوتو بعد ومراتب هنا جايك جلد شوفوا اللي على البواب هنا جلد وهنا مخمل هذا الشكل المفوكي ازرار تحكم مدركسون ومثبت سرعة وتبديل شفتر وهذا الشاشة اللي ضعفوها بستاندر وهنا التحكم بالنور وهنا حق الشنطة وزار فاصل ما نعنزلها قفت حتى التانكي وعندك هنا كرسي كهرب طيب خلنا اركب وشغل لكم السيارة وهذا الشكل الداخلي قبل لا شغل لكم السيارة شوفوا التخشيب ما شاء الله كامل على البواب على الطبرون وهذه الشاشة الشفتر باللون الفضلي طبعا مفتاح مو ستارت شغل لكم هذا هو مفتاح بسم الله هالي الشاشة وفيه شاشة المعلومات اللي بنس هالي شاشة المعلومات اللي بنس طبعا نمائتين وستين وبلا توت بعد وهنا المود حق تقدر تتحكم بالشاشة وأوام بصوتية ما عليش عن فوق ساكن خلنشغل النور ان شاء الله يضبط اللي يضبط اللي يضبط هوام صوتية وبلا توت وهذا حق المود هنا بالشاشة تختار اللي هو تركات بتغير بتركات بيطلع لك وين بعد هنا بالشاشة وفيه شاشة المعلومات اللي بنس بعد تقدر تتحكم فيها من وين من هنا اللي هو حق كم بيوت الرحلات معلومات القيادة وكم يمشيك تانكي البنزين هذا ثبت السرعة طيب خلصنا من هنا ان شاء الله ما يزعجك من الصوت حق المكيف هادي الشاشة طبعا فيها كاميرا خلفية الشاشة توقع حجمة سبعة انش الشاشة هادي هي شوف كافة القوائم فيها ابل كار بلاي وكيد نظام الاندرويد اوتو موجود لا والله مو موجود فيها بس الكار بلاي تطبيقات الدليل السريع التكييف يعينم كيف يطرع حين بعد قائمتي القائمة الرئيسية تحط الشي اللي تبقى تضيفه بالقائمة والصوت العرض لوح تفتيح الشاشة الرئيسية هذي كلها الموجودة بالشاشة طبعا اه شوف انها مو ملونة ابيض واسبت بس طيب وعندنا هنا الكاميرا الخلفية كاميرا واحدة خلفية طيب خلصنا الجرانط يدوي طيب خلصنا الشاشة حتى التكييف هنا تحكم بالمكيف مستقل السواق والراكب وهنا تحكم بالشاشة طيب نشغل النور مرة ثانية ونجي هنا هذا تخشيب كله بيانو بلاك وفي مساحة تخزين وفي مخرج او اس بي و او ايو اكس واثناش اربوت وهذا القير بست سرعات وهذا الزر حق الكاميرا ووضعيات القيادة وعندك ثلاث وضعيات كومفورت و ايكو و سبورت وعندنا يا طول عمر والسلام نكمل هنا تخشيب كامل كله اللي هنا بيانو بلاك هنا حامل كواب وهذه تكاية بالنص بدون مخارج او اس بيه مساحة تخزين عندك هنا وهنا وهنا وجهة الراكب في اا قفل مركزي شوف هذا قفل مركزي وهذا الدرج نقفهم هارفينه محتاج ارباقات امامية اللي يشوف انا وهذا مرتبة صف الثاني بدون ستاير جانبية عندك هنا تخشيب وهي تكاية بالنص مع حامل كواب وفتحات ومخارج مكيف وهي طبوه من ورا وفي هنا تقدر بعد تفتح تشوف الشنطة اللي ورا اللي بتسحب اغراض اللي بتشيب لون مراتب قريب للبيض بيتش فاتح يعني طبعا انسان درب بدون فتحة الاضاءات باللون البيض وهذا شكل ابوه مفتوحة واصطبات الاي دي بعد الخلفية اصطبات خلفية الاي دي وهذا جهة الراكب شوف اللون الاحمر حق الباب وهذا جهة الراكب وكرسي كهرب للراكب بعد في لد نهاري مع اه زنر هذا الواطي وهذا النور العالي هولوجين اصفر وكشاف الضباب اصفر بس الواطي هو ليزن الاصفر العالي اصفر لدي لكم الواطي ، اصفر شارع من امرأة بعد واصطبات الخلفية الاشارع عادية مو اليدين. احنا نوريكم المكينة والشنطة. خلني جاء عندي الشنطة من دعم نواكفين هنا. الشنطة يدوية طبعا. هذا الشنطة. طفاية حريق. وهذا سبير والعدة. الشنطة كبيرة. وهذه الكامرات. وهذا صوت البوري. وهذه المكينة. ست سلندر بحجم ثلاثة فاصلة ثلاثة. قوة ميتين وسبعين حصان. وبس خلصنا. رقام مبيعات راح احطها لكم تحت تروس. شمال الله وبحفظ الكريم.